حالة رعب واستنفار تلك التي تعيشها أوروبا على وقع إعلان الرئيس الروسي تقويم غاز بلاده بالروبل المحلية مخاوف أوروبية فاقم منها إعلان موسكو إمهال عملاق الطاقة جاسبروم أربعة أيام لتطبيق الإجراء هناك تعليمات أصدرها رئيس الاتحاد الروسي لجاسبروم بقبول المدفوعات بالروبل أمام جاسبروم أربعة أيام لتدبير نظام الدفع بالروبل سيتم إبلاغ مشتري منتجات جاسبروم بهذه المعلومات ساعات قليلة عن إعلان الرئيس الروسي كانت كافية لإثارة موجة واسعة من ردود الفعل الأوروبية استبقها الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بوصف الخطوة الروسية بغير المقبولة دون استبعاد أن يؤدي ذلك إلى فسخ العقود المبرمة بين الطرفين يتعين على الشركات الأوروبية التي تشتري الغاز وتعمل على أراضي أوروبية أن تقدم مدفوعاتها باليورو مطالب روسيا لا تتوافق مع التعاقدات لا أعتقد أن روسيا تريد إنهاء عقودها وإلا فعليها إعلان ذلك صراحة لكنها تسعى لإيجاد طريقة للالتفاف على العقوبات الغربية الخطوة ليست سوى محاولة من روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي لن نسمح بالالتفاف على عقوباتنا لقد ول العهد الذي يمكن فيه استخدام الطاقة لابتزازنا لهجة أوروبية حادة في وصف الإجراء الروسية الذي اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على اعتباره خرقا للعقود الزعماء اتفقوا على أن أي مطالبة من جانب روسيا ببيع صادراتها من الغاز بالروبل ستمثل خرقا للعقود المفوضية الأوروبية ستناقش مع أصحاب المصلحة وشركات النفط والكهرباء الكبرى وشركات التوزيع وغيرها خيارات لتخفيف أزمة سوق الطاقة بما في ذلك اقتراح لوضع حد أقصى لأسعار الغاز نتوقع الحصول على بعض المقترحات بحلول ماي خطوة روسية سيتم بموجبها شراء أربعين في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز مقابل الروبل في واحدة من أقوى التحولات في سياسات الطاقة الروسية منذ قيام الاتحاد السوفيتي السابق ما يعني دفع ثمانمائة وثمانين مليون دولار يوميا بالعملة الروسية وتمثل المدفوعات باليورو ثمانية وخمسين في المئة بينما تشكل المدفوعات بالدولار تسعة وثلاثين في المئة في حين لا تتجاوز المدفوعات بالجنيه الاسترليني سوى ثلاثة في المئة